زيكا جميع النهاردة في حلقة جديدة هنا في استفلال ري اكشن جديد هنا على هومس هنا ما راجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة وهي حناعمل النهاردة الجزء الرابع للتريلر ري اكشنز بتاعتنا لمسلسلات رمضان انا مكنش متوقع ان انا هعمل حلقات كتيرة قوي كده لمسلسلات رمضان يعني بس تمام آآ لان في حاجات كتيرة بتاتت تتعرض واليومين اللي فاتوا سبحان الله يعني اول ما ببطل ما عملش فيديوهات يعني اول ما بعمل فيديو بلاقي هبا بعدها في نفس اليوم او تاني يوم على طول بيبقى في تريلر تانية بتنزل بتجوت ريليس يعني في مسلسلات كتيرة جدا نزلت بتاعتها في مسلسلات رمضان آآ قبل بس ما نبدأ ما تنسوش تعملنا سبسكرايب لو مش عاملين سبسكرايب ما تنسوش برضو اللايك وقبل ما نبدأ الفيديو برضو ياريت تقول لي رأيكم في الموايك والصوت بتاعه وحيبقى تمام بالنسبة لكم ولا مش تمام انا بس بحاولة غير المايكات لان انا جاب فيه الوايرلس ان انا بشتغل به لما بعمل لما ببقى ظهري الناحية التانية وفيه بقى ده عايزيني نسبت ده سواء هنشتغل عليه هنا وهنشتغل عليه برضو في هومالون في في الالعاب بتاعتنا فقلت اخد رأيكم برضو في الشكل يعني بتاع المايك وكده وصوته تمام ولا لا فقيريت له وتقولولي الصوت حيبقى تمام ياريت تقولولي فيه بس يلا بينا نبدأ حلقتنا عن لمسلسلات رمضان عندنا اول مسلسل ومن المسلسلات اللي انا حقيقي متحمس لها جدا 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 طبعا كالعادة معانا بالورق والقلم عندنا مسلسل اسمه اشغال شقة وده المسلسل المفروض الكوميدي بتاع هشام ماجد فانا متحمس جدا اشوف التريلر واي تينك ده مع رشد اوفيشل تريلر بالنسبة لام بي سي مصر هو معظم مسلسلات اللي معانا النهاردة او تقريبا كلها بتاعت ام بي سي مصر على ما اعتقد يعني آآ ما شفناش التريلر ولا مرة يلا بينا نشوف تريلر مسلسل اشغال شقة اشتركوا في القناة اوكي مسلسل اشغال شقة انا شايف من وجهة نظر يحصوا حيبقى ظريف عجبني مش وحش ان شاء الله بازن الله حيكون معانا السنة دي في مسلسلات رمضان زي ما قولنا احنا عايزين نزود شوية من مسلسلات الكوميدي بتاعتنا السنة دي مش عايزين بقى عارفين مسلسلات كئيبة يعني من الاخر عندنا المسلسل التاني معانا وهو برضو هو اوفيشيال تريلر على ما اعتقد هو اوفيشيال تريلر وهو مسلسل كوبرا وهو آآ المسلسل بتاع محمد امام وهو هيتعرض برضو على مبسي مصر فخلينا نشوف يلا بينا مبسي مصر اوكي مسلسل كوبرا وهو المسلسل برضو حيكون معانا السنة دي حسه زريف برضو مش عارف ليه هو ليه حسس ان هو قالب على المداح بس قالب على المداح بس كوميدي يعني فمعرفش ممكن اكون غلطان ممكن اكون صح مش عارف بصراحة انا مشوفش بمداحب لكده فانوها بس شكله زريف يعني حسس المسلسل زريف مش مش وحش بس يعني اللي برضو حسس ان هو في الفايبز شوية فكرتني بالفايبز شوية بتاعة فيلم البدا والحجر بتاعة احمد زكي يعني معرفش ليه برضو بس تمام يعني نخش على اللي بعديه بصراحة شوية بصراحة لكد تعمل بصراحة احمد زكي يحن الله اوكي عجبني البيف اللي في الآخر والجوك اللي في الآخر البيف اللي ما بين بسم الصمرة واحمد السقا واللي ما يعرفش ان فيه بيف ما بينهم فيلم ابراهيم لبيض لان بسم الصمرة كان مفروض ان هو طالع في ابراهيم لبيض وبعد كده شالوا دوره اصلا فحلوة الفكرة ان هم حطوا افيه كده زي في الآخر يعني يعني جامد يعني جامد اللي افيه بصراحة ما متوقعتوش خالص انا كده كده اصلا ان لو كنت فكرت اتفرج على المسلسل ده كنت هتفرج عليه بس عشان خطر بسم صمرة وبعد كده طرق لوت فيه احمد السقا مش عارف ما عرفش دوره حيبعمل ازاي برضو مش عايز احكم على حاجة انا لسه مشوفتهاش بس يعني انطباع مبدأي لي لدور احمد السقا حاسس ان هو دوره كالمعتاد يعني ما اعتقدش ان دوره حيب زي مثلا جولة اخيرة فالله اعلم بس عامة المسلسل العة طولة برضو حيبق معانا بسم الله من شاء الله يعني تلات تريلرز وراء بعض اتفرجنا عليهم والتلاتة حيبقوا معانا فبالنسبة لي لحد الوقتي افضل مسلسلات نقدر نقول ممكن لحد الوقتي فمش عارف اه معانا مسلسل دلوقتي مسلسل اسمه اعلى نسبة مشاهدة اي تينك كنت اعمله تيزر اي تينك كنت اعمله تيزر ري اكشن مش فاكر يعني مش فاكر ازا كنت اعمله تريلر ري اكشن للاعلان القصير بتاعه ولا ده اول مرة اتعرف على المسلسل ده مش قادر افتكر بس راحة من كتر التريلرز الواحد بيتفرج عليها اي تينك ده 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 الافيشال تريلر فمن الاخر يعني حيبقى معانا ولا مش معانا الا حيبقى معانا مسلسل ده ولا لأ فخلينا نشوف اوكي تريلر اللي هي مسلسل اعلى نسبة مشاهدة اه بصراحة يعني انا عجبني جد انا بحب سلمة ابو ضيف بصراحة بحب تمثيل سلمة ابو ضيف وحاسس ان فيه تطور في اداءها يعني حتى الناس اللي اتفرجت على المداح برضو وقالولي نفس الكلام اه وفعلا انا عجبني تمثيل سلمة ابو ضيف ريسنتلي وحاسس ان المسلسل ده حاسس ان هو هيكون مفاجأة من مفاجأة رمضان السنة دي وممكن يبقى واحد من احلى المسلسلات السنة دي معرفش ليه اه عجبني التريلر بصراحة عجبني التريلر وعجبني فكرة والفيوز والتيك توك والترندينج والكلام ده كله وحاسس ان الموضوع يبقى فيه ورا مشاكل والكلام ده كله فمسلسل ده برضو حيبقى معانا وده حاجة يعني الحد دلوقتي انا شايف ان مصر حرفيا يعني أربع تريلرز ورا بعض أربع تريلرز ورا بعض أربع هنتفرج عليهم فواو ما مكنش متوقع نهائي عندنا مسلسل دلوقتي اسمه لحظة غضب وهو مسلسل I think so لسبب مبارك هو لسبب مبارك بس انا معرفش ده حينزل على اني محطة التلفزيون معرفش بس هو حينزل على منصة watch it فده اوفيشال تريلر فيلا بينا نشوف موسيقى موسيقى شكرا شكرا مسلسل لحظة غضب بصراحة هو الاعلام مش وحش حلوق زريف حاسس ان فيه ساسبنس في الموضوع يعني القصة فيها ساسبنس بس معرفش ليه حاسس ان الموضوع مش حعرف يعني معرفش فهو مشكلة ان ده اوفيشل تريلر فهو مش عارف اقرر اه ولا لا هو في حاجة احنا بنعملها كل مسلسلات رمضان في كل سنة فاحنا ممكن برضو نكتبه ونحطه في الفيفتي فيفتي انا عارف ان ده مسلسل تريلر ري اكشن نزله يعني مش تيزر بس هقول لكم ليه يعني هقول لكم ليه يعني في حاجة بنعملها كل مسلسلات رمضان يا جماعة كل سنة الحلقة بتاعتنا بنعملها ان في اخر الحلقة بتاعت مسلسلات رمضان بتاعت التريلر ري اكشن وليس الريفيوز اخر حلقة انا بقول ايه اخر حلقة ففي بول كده بنعمله حنحط فيه المسلسلات اللي انا ما اخترتهاش وحنحطها في اه في بول كده على يوتيوب وبحيث ان الناس تعمل ايه المسلسل اللي هو هيبقى كزا حنتفرج عليه وحيضاف معنا في القايمة هو لحد دلوقتي مسلسل ده بصراحة ما اعتقدش ان هو هيبقى معنا لحظة غضب على الرغم ان التريلر مش وحش يعني فيه ساسبنسي في الموضوع والكلام ده كله بس انا بصراحة مش عارف مش حاسه مش يعني مكانه مش موجود معاه في القايمة بصراحة يعني حاس ان في حاجات ازرف ان احنا نتفرج عليها دلوقتي فيه التريلر معنا نعمل افوكاتو هو مسلسل المفروض محمد سامي ومعنا في البطولة ما هي عمر فده المسلسل اللي هيعمله السناني محمد سامي فده شاهد هينزل على المنصة شاهد وهينزل على معطاقت برضو على MBC مصر فيالله بينا هون من عشان سامي ما هي مكثب 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 ملك اوكي نعمل افوكاتو للاسف مش هيكون معانا يعني انا مش هحطه في قايمتي ممكن الناس تعمل البول بقى هي اللي تختار لو حيبع معانا ولا لأ انا قاسف مش هيحبع معانا في القايمة لان بصراحة مش تدخل دماغي بربع جنيه وانا قاسف يعني لكل محبين النجمة مية عمر بس انا مية عمر مش حادر اتفرج عليها في بطولة في مسلسل تلاتين حلقة في رمضان يعني بالنسبة لي موضوع يبقى كتير قوي وبعد كده ما اعرفش ليه عندي احساس ان الدور اللي عاملو احمد زاهر في المسلسل ده هو هو نفس اللي كان عاملو بلكده في فمش شايفي اي اضافة جديدة حاجة ونتفرج عليها بصراحة في المسلسل ده يعني بالنسبة لي نعمل افوكاتو ما اتخدش نخش في اللي بعادية عندنا مسلسل اسمه غالية بمية راجل وهو المسلسل بتاع سماية الخشاب للمسلسل ده فبس نشوف يعني ماشيب عاريت علو أسهم في النقص تانها بياق تلاتك سحدي بيقول لك غالية في النقص بدفل علينة بيبقى بقاتك لأوضاظل بس نعيلت بومهم عامل هلتك يكفي يا اروف بلاقي بلا في الدنيا كلها على تانها احيان يا جماعة الاعلام طويل قوي وتقريبا حرقوا المسلسلة المسلسلة اللي فاتل هو نعمل افوكاتو. انا شاهدوا اموات Armatела Harduka species. الاعجاب راني تصرف جديدφο من الاخصة. يجب لي فصله للطويل كله سواء المسلسلة اللي فاتل هو نعمل افوكاتو ده انا وانا قاعد latronica او حرفين بدون بوباغة يعني لي اسم � impairment 신�가 ur out Beijing يعني متقربة titled انا اعلم اسم بس لأ يعني مين هيتفرج اصلا على مسلسلة از嗎 وانا قاعد بتفرج. لا ده 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 زيرو في المية هايبنس اجد. يعني انتم بتتكلموا في ايه يعني. ده ايه ده? انا اسف يعني بس لأ يعني مين حيتفرج اصلا على المسلسل زي ده? يعني غير قرايب الفنانين اللي موجودين في المسلسل. يعني انا مع النفسي ده 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 لو ده لو كسب في البول مش هتفرج عليه اصلا برضو يعني بقول لكم من دلوقتي يعني. مش هحطوا اصلا في البول يعني. المسلسل اللي بعدية عندنا مسلسل اسمه عرب وده وهو المسلسل بتاع احمد العودي. يعني احمد العودي عملينه تقريبا تيزر ري اكشن للمسلسل بتاعه. تقريبا اي تينك سو برضو. معلش يعزروني انا مش فاكرة انا انا عاسف. يعني لان المسلسلات كتير وحاجات كتير واسم كتير. فمعلش يعني خليكم معايا يعني انتم لو اخزة فكروني يعني. فده عرب ده الوفيشل تريلر فحيبه معانا او مش معانا يعني. فيلا بينا نشوف. بان اسمت. برضو المسلسل ده مش حايبا معانا? انا معرفش ليه هو هو مش ده نفس الدور اللي كانوا عاملوا. والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها والسنة اللي قبلها. هو ليه هي الدور هو هو? ليه نفس طريقة الكلام لكن ليه نفس الطريقة التمثيل؟ ده ايه اجد و showümه ايه؟ يعني انا معرفش ممكن يبقى لي جمهور بس انا مش شايفه بصراحة ممكن يبقى حلوة. يعني ده نفس التمثيل بتاع السنة اللي . ده مغير بس الاسم مش كان اسمه الخداوي باين ولا مش عارف كان اسمه ايه وده اسمه عرب هو هو نفس الكاركتر والله نفس طرتي الكلام نفس التعامل يعني مش شايف ايه جديد بصراحة بس نعم مسلسل ده مش حايفة معاي يعني. اشتركوا في القناة